صدق وزير الداخلية محمود توفيق على قبول دفعة جديدة من الطلبة والطالبات بمعاهد معاوين الأمن من الحاصلين على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها معاوين الأمن إضافة حقيقية لمنظومة العمل الشرطي في ضوء إعدادهم وفقا لأعلى المعايير التدريبية داخل معاهد معاوين الأمن بما يؤهلهم للعمل بكافة المواقع الشرطية من هذا المنطلق صدقت سيد محمود توفيق وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة للراغبين في الالتحاق بمعاهد معاوين الأمن من الذين يكتازون لاختبارات مقررة وفقا لشروط محددة أعلن عنها مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن ضوابط ومعايير القبول تفضل السيد محمود توفيق وزير الداخلية بالموافقة على قبول دفعة جديدة من القاصلين على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها لراغب الالتحاق بمعاهد معاوين الأمن من الزكور والإناس الدفعة السامنة وفقا للقواعد التالية أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية ألا يقل السن عن 19 عاما ولا يزيد عن 25 عاما من تاريخ فتح باب التقدم للإلتحاق بمعاهد معاوين الأمن أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ألا يقل الطول عن 170 سنط بالنسبة للذكور بالنسبة للإناس لا يقل الطول عن 160 سنط ألا يكون مجندا بالقوات المسلحة أو ملحقا بالخدمة بهيئة الشرطة أو بأي من جهات الدولة الأخرى ألا يكون متزوجا أو سبق له الزوال أتقدم للالتحاق بمعاهد معاوين الأمن من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على الإنترنت خدمات معاوين الأمن بينما تسحب قراسات للتحاق من مقار معاهد التدريب التابعة لقطاع التدريب وهي معهد معاوين الأمن بطرى ذكور وإناسة معهد معاوين الأمن بالبحيرة مدخل وادي النطرون ذكور فقط معهد معاوين الأمن بستة أكتوبر طريق الوحات ذكور معهد تأهيل الأفراد بسوهاج حي القوسر ذكور يتم التقديم من خلال صفحة خدمات معاوين الأمن على موقع الإنترنت الخاص بوزارة الداخلية اعتبارا من يوم السبت الموافق 18-2-2023 حتى يوم الأربعاء الموافق 22-3-2023 وتهيب وزارة الداخلية برغيب التقدم للالتحاق بمعاهد معاوين الأمن عدم التعامل إلا من خلال الموقع الرسمي لوزارة المخصصة لذلك والتواصل مع المعاهد المشار إليها بالإعلان فقط اجتياز الاختبارات المحددة طبيا ورياضيا وثقافيا شرط أساسي للالتحاق بمعهد معاوين الأمن حيث الدراسة عام ونصف ما بين النظري والعملي والذي يؤهلهم عقب ذلك للالتحاق بالعمل الشراطي بكفاءة وانضباط واحترافية مع الإعلان عن قابل دفعة جديدة من الطلبة والطالبات بمعاهد معاوين الأمن الدفعة الثامنة تتاح الفرصة للألاف من الطلبة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها للالتحاق بهذه المعاهد شرط اجتياز الاختبارات المحددة التقدم وسحب كراسات الالتحاق في الثامن عشر من الشهر الجاري والتقديم عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية عبدالله بركات التلفزيون المصري ترجمة نانسي قنقر